كيف نجمع بين هذا وبين رد الشيخ التواجري على الشيخ الألباني؟ أولاً إحنا قلنا نحن نحذر من الخطأ ولا نذكر اسم العالم بينما الشيخ التواجري فهم فهماً خطأاً وهو قال أن من يعني عبر عبارات صعبة وقال أن من أسباب انتشار التبرج الشيخ الألباني في الأردن وعنده التبرج كشف الوجه فقال إذن لابد من عدم السكوت وبيان الإسم وقام أحد الطلبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب أردني وعندما ردد أحد الأساتذة هذه الكلمة موجه للشيخ الألباني قال عندكم في الأردن سبب التبرج هو الشيخ الألباني يجيز كشف الوجه فقام له هذا الطالب وقال له يا أستاذ في الأردن ليس فقط تظهر الوجوه تظهر الأكتاف وتظهر الصدور وتظهر السيقان وتظهر الأقدام وتظهر الشعر ويظهر قالوا كل هذا عندكم في الأردن؟ قالوا نعم يا أخي ما صدت التبرج في الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني أفتى بمذهب جماهير أهل العلم وهو جواز كشف وجه المرأة وعدم وجوبه فكيف يقال إذن الشيخ الألباني من أسباب نشر؟ يعني التبرج والتبرج في الأردن كشف صدور ونهود وسيقان وأكثر وأعلى وذراعين وشعر ورقاب كيف؟ فسكت هذا المدرس لأنه فقط ظن أن الأردن الذي فيها فقط يظهرون وجوههم فرحم الله الشيخ التواجري ورحم الله شيخنا الألباني فلا يحتج بفعل شخص على القاعدة وإنما القاعدة تنزل فمن وافقها فقد أصب ومن خالفها فقد أخطأ والله الهادي والموفق وصلى الله وبرك على محمد وعلى الله وصحبه وسلم